بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الأول للفصل الأول في الرياضيات للسنة الثالثة ثانوية رقم 6 أنصح بشعبة العلوم التجربية والتقني الرياضي والرياضي لأنها مسألة رائعة وشاملة حيث قال G دالة معرفة كما يلي GX-2-2-4-3X لما X يكون أقل تماما من واحد وG لX-3-3 زائد جذر X-1 لما X يكون أكبر أو يسايلنا واحد وCG تمثيلها البياني في المعلم OEG قال واحد عين مجموعة تعريف الدالة G ثانيا قال أدرس استمرارية وقابلية الاشتقاق للدالة G عند X-2-1 ثم ثالثا قال أحسب النهايات ثم أدرس اتجاه تغير الدالة G أكيد على مجال تعريفها رابعا قال أنشئ جدول تغيرات الدالة G خامسا قال عين نقط تقاطع CG مع المستقيم دالتا ذو المعادلة Y-2-X لهو المنصف الأول سادسا قال أكتب معادلات المماس في نقط تقاطع CG مع المستقيم دالتا ثم سابعا قال أنشئ المنحنى البياني سيجي على المجال من ناقص 4 إلى 10 فقط إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول قال عين مجموعة تعريف الدالة G إذن نكتب هنا تعيين دي جي لاحظوا هنا أبنائي أن الدالة G معرفة بدستورين قال جي لإكس تساوي ناقص 2 زائد جذر 4 ناقص 3 إكس لما يكون إكس أقل تماما من واحد وجي لإكس تساوي 3 إكس ناقص 3 زائد جذر إكس ناقص واحد لما إكس يكون أكبر أو يساوينا واحد وهنا الفاصل بينهم هما كلمة أو وكلمة أو يا أبنائي إنها يقصد بها اتحاد في الرياضيات دقيقوا كيف معناها نقول هكذا نقول دي جي يساوي لنا هكذا إكس بحيث أولا عندنا هذا الجزء مجموعة تعريف هذا الجزء ومجموعة تعريف هذا الجزء ونضع بينهم كلمة اتحاد حتى تفهموا جيدا كيف تعين مجموعة تعريف دالة بمعرفة بدستورين دقيقوا أولا عندنا هذا الجزء أنه بما أن هنا جذر ما بداخل الجذر الذي هو 4 ناقص 3 إكس يجب أن يكون أكبر أو يساوي صفر وشرط الآخر وإكس أقل تماما من واحد أو عندنا كذلك لهو إكس ناقص واحد يجب أن يكون أكبر أو يساوي صفر وماذا وعندنا الشرط الآخر لهو إكس أكبر أو يساوي لنا واحد حتى نفهم جيدا الآن نأتي إلى هذا الجزء ما هو المجال إذا أتينا إلى المسودة نقول أربعة ناقص ثلاثة إكس أكبر أو يساوي لنا الصفر ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا ناقص ثلاثة إكس أكبر أو يساوي لنا ناقص أربعة نضرب المتبينة في ناقص بحلنا هنا زائد وهنا زائد لكن تقلب هكذا من خواص كيفية حل هذه المترجحات ومنه إكس يصبح لنا أقل أو يساوي لنا أربعة على ثلاثة إذا إكس قلنا أقل أو يساوي لنا أربعة على ثلاثة فنقول دي جي يساوي لنا هكذا إكس حيث إكس أقل أو يساوي لنا أربعة على ثلاثة والشرط الآخر أن إكس أقلت من واحد وعندنا هذا ننقله إلى هنا أو ماذا أو إكس أكبر أو يساوي لنا واحد وفي نفس الوقت إكس أكبر أو يساوي لنا واحد حتى تلاحظ جيدا الآن نأتي إلى إنجاز التقاطعات إذا أتيت هنا ووضعت معلم خطها كذا بسيط وقلت هنا ناقص مالا نهاية وهنا عندنا زائد مالا نهاية دقيقوا عندنا المجال الأول عندنا قال إكس أقلت من واحد إذا قلنا ها هو ها هو مفترق لهوا واحد إكس أقلت من واحد معناه من ناقص مالا نهاية إلى غاية الواحد هنا لكن المجال يكون هكذا مفتوح ويعني واه اللي هو التقاطع هذا اللي هو إكس أقل من ماذا؟ من أربعة على ثلاثة أربعة على ثلاثة التي هي واحد فاصل معناه إذا قلنا هنا أربعة على ثلاثة المجال الثاني أكيد لهو من ناقص مالا نهاية إلى هذه القيمة الآن وقلنا كلمة ويقصد بها التقاطع معناه التقاطع أين ينتج؟ ينتج لنا في هذا الجزء دقيقه فتصبح لنا هكذا دي جي تساوي لنا إكس حيث يصبح لنا إكس ماذا؟ إكس أقل تماما من واحد يعني ها هو التقاطع أين ينتج؟ نأتي الآن إلى الجزء الثاني اللي هو هذا من أين قال؟ من الواحد إلى زائد ما لا نهاية من واحد إلى زائد ما لا نهاية ها هو واحد إلى غاية زائد ما لا نهاية والمجال الثاني كذلك من واحد هذا من واحد إلى زائد ما وهذا من واحد إلى زائد ما إذا أتينا إليه كذلك مرة أخرى كأنما فيصبحنا هنا واللي هو نفس المجال الآن تقاطعهم أين ينتج؟ التقاطع ينتج لنا هو هذا لكن الواحد يدخل في هذا المجال فصبحنا وأو هنا نضع كلمة أو أو ماذا أو إكس يصبح لنا أكبر أو يسأل لنا واحد حتى تفهموا جيدا الآن كلمة أو قلنا هي الاتحاد دقيقوا فالاتحاد أكيد يصبح لنا هو هذا المجال الكل معناها تصبح لنا دي جي يسأل لنا ماذا؟ يسأل لنا من ناقص مال نهاية إلى غاية الزائد مال نهاية لماذا؟ لأن هذه من ناقص مال نهاية إلى واحد اتحاد من الواحد إلى الزائد مال نهاية في جهة يعني هكذا لاحظوا لاحظوا سوف نفسر كل شيء من ناقص مال نهاية إلى واحد مفتوح يعني في الجزء الأول نضع التقاطع والجزء الثاني التقاطع وما بينهما توضع كلمة الاتحاد حتى ولو كانت معرفة بخمس أو ست دستير فكلهم نجمع بينهم بالاتحاد فقط أبن ذي بعدما أنهينا مع جمعة التالي فوجدناها أنها R نأتي الآن إلى الجزء الثاني قال أدرس استمرارية الدلا ج عندها واحد إذن نكتب هنا دراسة استمرارية ج عندها X صفر الذي يساوينا كم واحد تعالوا هنا نقول تكون الدلا F مستمرة عندنا إذا كان ماذا؟ المعروف أو الدلا ج عفوا الدلا ج إذا كانت لميت جيل X لما X يؤول إلى الواحد بقيم أقل تساوينا لميت جيل X لما X يؤول إلى الواحد بقيم أكبر وتساوي جيل واحد إذا تحققت شروط هذه الثلاثة بعدها والدالة معرفة أكيد يجب أن تكون معرفة متى نقول عن ما إذا كان هذا الأمر حتى نفهم جيدا هذه الثلاثة شروط هي التي تجعل الدلا مستمرة عند قيمة أما إذا تحقق جزء متى تحقق هذا الجزء وحده فنقول أن الدالة مستمرة عند الواحد من اليمين وإذا تحقق هذا الجزء لوحده فنقول أن الدالة مستمرة عند الواحد من اليسار أما إذا تحقق النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار وتساوي الصورة فنقول أن الدالة ماذا؟ الدالة مستمرة عند تلك القيمة حتى نفهم جيدا ننطلق ب أولا لاحظوا نأتي بهذا الفرع قبل هذا علينا أن نقوم بحساب جيلي كم؟ جيلي واحد جيلي واحد يترى هل نحسبه بهذا الدستور أم بهذا الدستور يا أبناء هذا يحسبوا بالدستور الثاني لأن أقرأ هنا إكس أكبر أو يسوي الواحد معناه الواحد له نصيب هنا أما الواحد هنا لفا لو يجد له نصيب فمستحيل أن نتخذ جيلي واحد من هذه العبارة فيتخذ من العبارة الثانية لأن هنا إكس الواحد ينتمي يصبح لنا نعوذ هنا بواحد وهنا واحد وهنا واحد فماذا ينصبح لنا واحد ناقص ثلاثة أما هذه يذهب إلى الصفر التي هي ناقص ثلاثة إذن تصبح لنا جيلي واحد هي ناقص ثلاثة تذكروا هذا هذه هي الصورة نأتي الآن ندرس على اليسار تصبح لنا الليمت جيلي إكس لما الإكس يؤول إلى الواحد بقيم أقل بقيم أقل أكيد نأخذ هذا هي الفرع هذا هو الفرع الذي نأخذه بقيم أقل انظروا ها هي أمكم تصبح لنا ناقص ثلاثة زاء الجذر أربعة ناقص ستة عفوا قلنا نحن نعوذ بماذا بالواحد تصبح لنا ناقص ثلاثة هكذا تصبح لنا كم ناقص اثنان زاء ماذا زاء الجذر واحد الذي هو واحد ويساوينا ناقص واحد فوجدنا ماذا أن وهذه لا تساوي جيلي واحد هل تساوينا جيلي واحد لا إذن هذا الفرع دقيقوا وأرجوكم وانتبئوا إذن من هذه الاستمرارية هذه الاستمرار من اليسار لا تساوي هذه التي اتحدثنا عليها ماذا نقول على الدالة نقول هكذا الدالة جي غير مستمرة عند ماذا عند الواحد من اليسار لماذا لأن هذا الفرع لم يتحقق حتى تفهموا جيدا لأن جيلي واحد ناقص اثنان وليمت جيلي اكس لما اكس يولي الواحد بقيم أقل وجدناها ناقص واحد فالمساواة لم تحدث دالة غير مستمرة عند واحد من اليسار بالرغم أنها معرفة نأتي الآن إلى ماذا إلى لميت كذلك لميت جيلي اكس لما الكس يوله إلى الواحد بقيم أكبر تساوي الآن بقيم أكبر نعوذ في هذا واحد 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 هنا أكيد تذهب إلى الصفر وهنا كم نجد نجد ناقص اثنان وبطبعها تساوي جيلي واحد هل تحقق الشطر الثاني الذي هو هذا نعم إنه تحقق نقول الدالة جيي مستمرة عند واحد لكن من ماذا من اليمين وبما أن الأمر لم يتحقق هذا هذا لم يتحقق نقول ومنه ومنه الدالة غير مستمرة عند ماذا عند واحد هي مستمرة من اليمين نعم يعني هذا الجزء تحقق وهذا الجزء لم يتحقق بما أن لم يتحقق فهي مستمرة من اليمين فقط أما من اليسار فغير مستمرة مما يقول أن الواحد غير مستمرة عنده الدالة معنا المنحنة يأتي هناك متقطع فقط ابناني بعدما أنهينا مع هذا السؤال أن الدالة غير مستمرة عند الواحد نأتي الآن وقابلية الاشتقاق الدالة جي عند واحد إذن هنا نقول قابلية دلاسة قابلية اشتقاق جي عند ماذا عند دائما عند واحد أولا يا أبناء لاحظوا جيدا الدالة هل هي مستمرة نقول بما أن الدالة جي غير مستمرة عند ماذا عند الواحد فهي غير قابلة للاشتقاق هذه مبرهنة قابلة للاشتقاق عند ماذا عند واحد كل دالة غير مستمرة عند قيمة فاعلموا أنها غير قابلة للاشتقاق عند تلك القيمة مستحيل تكون وكل دالة إذا كانت مستمرة إذا كانت غير لاحظوا إذا كانت الدالة غير قابلة للاشتقاق فهي غير مستمرة وإذا كانت الدالة غير مستمرة فهي غير قابلة للاشتقاق وإذا كانت الدالة مستمرة لا يعني أنها قابلة للاشتقاق ماذا نحكم إذا كانت الدالة غير مستمرة فهي غير قابلة للاشتقاق استنزام أما التكافؤ لا وليس كل لاحظوا كل دالة مستمرة هي قابلة الاشتقاق أما كل دالة قابلة الاشتقاق فهي مستمر يعني من هو الذي محتوى في الآخر هذه عندنا هكذا هل تفهموا جيدا هذه هي الاشتقاق وهذه المجموعة هي الاستمرار إذا كانت الدالة مستمرة لا يعني أنها تقبل الاشتقاق وإذا كانت الدالة غير قابلة الاشتقاق غير قابلة فاعلموا أنها غير مستمرة حتى تفهموا جيدا الآن لكن هو يريد مننا أن نقوم بالدراسة معناها نقوم بالحساب لاحظوا وانتبهوا فتصبح لنا هكذا أولا إذا كان عندنا نقول limit قانون الاستمرار قائد الاشتقاق g لx ناقص g لواحد على x ناقص واحد لما الx يقول إلى الواحد بقيم أقل تساولنا هكذا limit ركزوا جيدا ها هي أمامكم limit الجيل x بقيم أقل ها هي قيمتها إنها ماذا إنها ناقص اثنان زائد جذر أربعة ناقص ثلاثة اكس ناقص قلنا جيل واحد نحسبه من هذا الفرع جيل واحد كم وجدناه وجدناه قلنا ناقص اثنان فهذه الناقص اثنان نأتي بها ونضعها في هذا الموضع لما نضعها أليس تصبح لنا زائد اثنان نعم لماذا لأن هنا ضعوا ناقص اثنان مع هذا الناقص تصبح لنا زائد اثنان أرجو قد فهمته إذن قلتنا قول لمد جيل اكس ناقص جيل واحد على اكس ناقص واحد لما اكس يأول الواحد بقيم أقل لكن جيل واحد وجدناه ناقص اثنان عوضناه هنا مع الناقص بحر grande زائد مع quest على اكس ناقص واحد لما ال اكس يؤول إلى الواحد بقيم أقل أولا ماذا يحدث انه هذا وهذا يذهبان حتى نفهم جيدا لاحظوا جيدا إذن نكمل الآن ماذا تصبح لنا تصبح لنا لميت جذر 4 ناقص 3x على x ناقص 1 لما x يقول إلى الواحد بقيم أقل في البصل لما نعوذ بالواحد هنا كم تعطي لنا تعطينانا 4 ناقص 3 اللي هي كم جذر 1 جذر 1 كم هو إنه 1 على المقام يعطي لنا الصفر على ليس هذه حالة عدم التعيين إنما نأتي إلى جدول هكذا ونضع x ناقص 1 نقول هنا 1 ماذا من هنا نفس ومن هنا عكس بقيم أقل عندنا الصفر ناقص 1 على صفر ناقص إنها ناقص ملا نهاية وإنها لا تنتمي إلى r لماذا لأنها ملا نهاية ليس عدد حق وإلا المجال عنده لماذا مفتوح نأتي الآن نقول هكذا الدالة جي غير قابلة للاشتقاق عند ماذا عند واحد منها اليسار والتفسير البياني ومنحناها البياني يقبل ماذا يقبل نصف مماس عمودي معادلته ما هي معادلته اللي هي x يسألنا واحد لاحظوا نأتي الآن إلى الاشتقاق الآن من اليمين بالرغم نحن قلنا غير قابلة للاشتقاق هذا لا جدا لكن نريد أن نثبت هذا الكلام فقط تصبح لنا كذلك اللي هي لميت ثم النسبة هكذا جي لx ناقص ماذا جي لx واحد على x ناقص واحد لما الx يؤول إلى الواحد الآن بقيم أكبر تصبح لنا تساوي للميت الجي لx الآن نأخذ العبارة التي هذه حتى تفهموا جيدا التي هي x ناقص ثلاثة زائد جذر واحد ناقص x عفوا عفوا x ناقص واحد نعتذر x ناقص واحد ناقص جي لاثنان جي لواحد الذي هي ناقص ثلاثة مع ناقص بحنا اثنان مثل ما تحدثنا في هذا المثال لأن دائما قلنا نحن أن جي لواحد وجدناها ناقص اثنان نأتي بها ونضعها هنا مع ناقص بحنا زائد أرجو قد فهمتم الفكرة نكمل الآن على ماذا؟ على x ناقص واحد ما زال x يقول إلى الواحد لكن بقيم أكبر نكمل الآن الحساب رويدا رويدا ولا نتعجل تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا لميت هكذا ركزوا جيدا أبنائي نقطة نقطة كي نتعلم إذن عندنا هذا مع هذا يصبح لنا x ناقص ماذا؟ ناقص واحد زائد جذر x ناقص واحد وهنا x ناقص واحد لما x يقول إلى الواحد بقيم أكبر يمكن أن نكتب هذا لوحده وهذا لوحده يعني نقوم بتفكيك المقام يعني كل واحد يأخذ مقامه ليهدي نصبح لنا لميت x ناقص واحد على x ناقص واحد زائد جذر x ناقص واحد على x ناقص واحد لما x يقول إلى الواحد بقيم أكبر لاحظوا مع أنه مع x x أكيد لا يسوي لنا الواحد وإلا هنا لاحظوا جيدا إذن بما أن x لا يسوي الواحد لأن هنا x يقول إلى الواحد بقيم أكبر يعني لا يسوي إلى الواحد يذهب هذا مع هذا فتصبح لنا تسوي لنا لميت واحد إذن قلت واحد هذه كيف يمكن كتابتها نحن بما أننا نتعام مع X يؤول إلى الواحد بقيم أكبر فهذه X ناقص واحد يمكن كتابتها جذر X ناقص واحد من هو الذي سمح لي إنه X أكبر من الواحد حتى تفهموا جيدا معناها القيمة تصبح مجادة معناها تصبح كذا تصبح مثل ما قلت تصبح لنا جذر X ناقص واحد على الجذر X ناقص واحد قلت ناقص واحد في جذر X ناقص واحد هكذا لما X يؤول إلى الواحد بقيم أكبر يذهب هذا مع هذا ماذا تصبح لنا 1 زائد 1 على جذر X ناقص واحد لما X يؤول إلى الواحد بقيم أكبر كذلك هذه إذا عوضنا تصبح لنا مباشرة 1 زائد 1 على الصفر لكن هنا الصفر ما هو الصفر موجب تصبح هنا صفر زائد واحد على صفر زائد إنها زائد ما لا نهاية وإنها لا تنتمي إلى R نقول نفس الشيء نقول هكذا الدال جي غير قابلة للاشتقاق عند ماذا عند واحد من اليمين ومنحناها البياني يقبل ماذا يقبل نصف نصف مماس عمودي معادلته هي X يسوي لنا واحد أرجو قد فهمتم الفكرة لكن يقول أحدكم يا أستاذ لماذا كل هذه المراحل وقد قلت في الأول بما أنها قد دال غير مستمرة فهي غير قابلة للاشتقاق لكن هو قال أدرس لم يقل استنتج بما أن قال أدرس علينا أن نمر على هذه المراحل حتى نري كل شيء بالتفصيل فقط هكذا قد أجبنا على السؤال إذا لما يقول أدرس علينا أن ندرس بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى أحسب النهاية نأتي لنكتب حساب النهاية لاحظوا هنا الأمر جدا وبسيط نقول لميت جي لإكس لما إكس يقول إلى ناقص ما لأننا قلنا الدالة معرفة على قد أثبتنا ذلك تصبح لنا لميت ماذا؟ هنا لاحظوا جيدا هذه هي التي تأخذ النقص ما لماذا؟ لأن هذا المجر هو من ناقص ما لنهاية إلى الواحد والآخر من الواحد إلى الزائد ما لنهاية الذي ذكرت فيه النقص ما أنه هو الذي نأخذ عبارته يعني هذا هو الذي نأخذ عبارته تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا لميت ناقص 2 زائد جذر 4 ناقص 3 إكس لما الإكس يقول إلى زائد ما لنهاية هنا لما نأتي به هنا ونعوذ بالناقص ما لنهاية أو أولا إلى ناقص ما نعتذر ليس الزائد ما لنهاية إذا هنا ناقص ما لنهاية لو نأتي إلى هنا ونقرب ناقص ما لنهاي والناقص هذا ما ذا أعطي لكم؟ يجضل الزائد كام بدون ونعوذ بالنار إنها زائد ما لنهاية لأن هذه لنهاية وتعطينا زائد ما لنهاية ناقص ما لن هنا تعطى زائد ما لنهاية ثم نأتي الآن إلى لميت نفس الشيء جي لإكس لما قد يقوله الى زائد ما لنهاية تساوي الآن نأخذ العبارة الثانية هذه التي هي colonية x ناقص 3 زائد جذر x ناقص 1 لما x أكيد يقول الى زائد ما لنهاية هذه تعطي لكم زائد ما لنهاية وهذا زائد ما لنهاية زائد ما لنهاية مع زائد ما لنهاية ليس حالة دمتعين إنما هو زائد ما لنهاية وانتهى الأمر أرجو قد فهمتم إذن هنا تعطينا ناقص ما يوم 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 يومarium جذر زائد ملانية هو زائد ملانية وهنا عطت زائد ملانية وهنا زائد ملانية ليس حالة دمتعين لو كانت هنا عندنا النقص لكانت حالة دمتعين لفكرنا في المرافق فقط أبنائي بعد ما أنهينا مع هذه الجزء نأتي الآن ثم أدرس اتجاه تغير دلاجي إذن نكتب هنا دراسة اتجاه تغير الدلاجي ننطلق في المجال الأول واحد إكس أقل تماما من واحد إكس أقل تماما من واحد معناه نأخذ هذا الجزء أولا نقول الدالة جي كيف هي قابلة للاشتقاق على ماذا؟ على المجال اللي هو من ناقص مالا نهاية إلى الواحد مفتوح وتصبحوا جي فتحة لإكس يساوي لما نشتقى الناقص إثنان معروف أنه صفر ومشتقى الدالة الجذرية إذا كانت عندنا جذر F مع F قابلة الاشتقاق على مجال التعريف تصبح لنا هي F فتحة على إثنان في F لاحظوا يقول أحدكم أين هي الأف أكأن ما هذه مشتقى الدالة الجذرية هو مشتق ما بداخل الجذر لهو ناقص ثلاثة على إثنان في الجذر لهو أربعة ناقص ثلاثة إكس أرجو قد فهمتم أما هذا فذهب إلى السفرة إذا المشتقى الدالة الجذرية أعيد هو مشتق ما بداخل الجذر على إثنان في الجذر وهذه القيمة أكيد جي فتحة لإكس إنها قيمة سالبة تماما لماذا؟ لأن المقام موجب ونضربه في الناقص ثلاثة فيصبح لنا سالب نقول ومنه الدالة جي كيف هي متناقصة تماما على مجال الذي هو من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد أرجو قد فهمتم الآن نأتي إلى ثانيا إذا كان عندنا إكس أكبر من ماذا؟ من الواحد لاحظوا جيدا نقول الدالة كيف هي؟ الدالة جي قابلة للاشتقاق على المجال ما هو من الواحد إلى الزائد منه لكن المجال نتركه مفتوح لأن الدالة قلنا غير قابلة للاشتقاق عند واحد أرجو قد فهمتم الفكرة إذن وبعدها نقوم بعملية الاشتقاق سبحنا جي فتحة لإكس تساوي هذا لما نشتقه كم يعطينا؟ يعطينا واحد وهذا لما نشتقه يعطينا صفر وهذا لما نشتقه سبحنا زائد مشتق الدالة الجذرية قلنا ما بداخل الجذر وهو واحد على إثنان بي إكس ناقص واحد هذا ماذا؟ يعني أنه جي فتحة لإكس إنها قيمة مجابة لأن هذا مجاب مهما كان إكس ينتمي إلى هذا المجال وعندنا زائد واحد أكيد يكون أنها مجابة نقول ومنه الدالة جي كيف هي متزايدة تماما على مجال التعريف وهو من الواحد إلى الزائد منه لاحظوا لما ذكرنا الاشتقاقية قلنا من الواحد إلى الزائد منه لكن مفتوح لأن الدالة غير قبيل الاشتقاق عند الواحد لكن لما ذكرنا مجال تغيير تغيير نقول واحد لأنه انظر وهو واحد يدخل في المجال في الاشتقاقية غير لا يدخل لأن الدالة هنا أكيد تنعدم عند الواحد في المقام يعني الواحد لا يوجد له الصورة في الدالة المشتقة لكن في الدالة الأصلية أن يوجد لنا صورة الواحد الذي قلنا هي ناقص اثنان لهذا هنا المجال قمنا بغلقه أما هنا يجب أن نجعله مفتوح لأن أولا هذه الدالة غير معرفة عند الواحد لهذا استثناء لأنه مشتقى اشتقاق حتى نفهم جيدا أبناني بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى رابعا قال أنشئ جدول تغيرات الدالة G إذن نكتب هنا جدول تغيرات الدالة التي اسمها G لاحظوا هنا أبنائي أولا قلنا مجموعة تعريف X من ناقص مال النهاية إلى الزائد مال النهاية وقلنا أن الدالة غير قابلة للاشتقاق عند واحد معناه نضع هذه قيمة ممنوعها كذا بالنسبة إلى المشتقى ونضع هنا G فتحة لX قلنا متناقصة في المجال الأول ومتزيدة في المجال الثاني لكن لاحظوا هنا ننزل خط هكذا ودققوا لماذا أنزله هكذا وعندنا مجال الآخر وهو جيل X الجيل X قلنا أولا إنها متناقصة إلى غاية هنا ثم متزيدة هكذا لاحظوا أبنائي قلنا النهاية عند النهاية عند النقص مال وجدناها زائد مال نهاية وعند الزائد مال وجدنا زائد مال نهاية جيل 1 وجدناها ناقص 2 يعني هنا نضع ناقص 2 لكن لا ننسى أن الاستمرارية أن الدالة غير مستمرة عند الواحد من هنا نعم وجدنا أن صورة الواحد كم أعطيت لنا أن لما حسبنا الواحد وجدناها ناقص 2 لماذا أضع هذا النقص 1 حتى يفهم؟ يعني لو نأتي يعطينا مثلا جدول تغيير الدالة دون عبارتها كيف يمكن لنا رسم هذه الدالة ونحن لا نملك عبارتها؟ إذا وجدنا هذا الخط هكذا ومن هنا هنا نعم الصورة موجودة وهي صورة الواحد ها هي ناقص 2 لكن الدالة غير مستمرة من اليسار فتوضع هنا فنضع أنه صورة ليس صورة أن نهاية الواحد من اليسار كم تساوي؟ تساوي ناقص 1 ونهاية من اليمين تساوي ناقص 2 التي هي نفسها الصورة معناه يعني أن الدالة مستمرة من اليمين وغير مستمرة من اليسار هذا وسوف نلاحظه في الرسم هذا الناقص 1 الذي وضعته في هذا المكان أن النهاية من اليمين لا تساوي نهاية من اليسار النهاية من اليمين تساوي ماذا تساوي الصورة أما من اليسار تعطينا الناقص واحد أرجو قد فهمتم هذا الرمز يا أبنائي فقط بعدما أنهينا مع جدول التغيرات نأتي الآن إلى سؤال آخر مهم جدا قال عين نقاط تقاطع سيجي مع المستقيم دالتا ذو المعادلة إغلاق و سيونيكس اللي هو المنصف الأول إذا لاحظوا نكتب هنا ماذا نقول تعين نقاط أو نقاط تقاطع سيجي مع ماذا مع دالتا لاحظوا نقول نحل أولا المعادلة التي هي جي لإكس تساوي لنا إغلاق دائما كلمة نقاط تقاطع نحل معادلة أولا ننطلق إذا كان عندنا إكس أقل تماما من واحد يعني هذا الجزء فماذا ينتج نحل المعادلة تصبح لنا ناقص إثناني زائد جذر أربعة ناقص ثلاثة إكس تساوي لنا كم تساوي لنا إغلاق الذي هو إكس ركزوا جيدا لاحظوا ننقل هذا إلى هذا الطرف و دقيقوا معي تصبح لنا كم تصبح لنا أربعة ناقص ثلاثة إكس هكذا تساوي لنا كم تساوي لنا إكس زائد إثنان مع كذلك مجموعة التعريف هذا الجزء ما هو دقيقوا أرجوكم مجموعة التعريف هذا الجزء أنه إكس قلنا أقل أو يساوي لنا أربعة على ثلاثة لأن لحل معادلة أو متراجحة يجب أولا أن نعين مجموعة التعريف إذن عندنا أربعة ناقص ثلاثة إكس يجب أن تكون أكبر من الصفر أكبر أو يساوي صفر ومنه إكس مثلما تحدثنا الأول في مجموعة التعريف معنى x يكون أقل أو يساوينا 4 على 3 هذا المجال الثاني ركزوا يوجد لنا عدة مجالات الآن عندنا جذر يساوي قيمة الجذر في الرياضية كيف هو دائما؟ المعروف أن نقلنا 4 ناقص 3x هذه يجب أن تكون مجابة تخيلوا الآن إذا كان هذه القيمة السالبة هذا كيف هو قلنا؟ قلنا مجاب وهذا تخيله سالب هل المجاب يساوي السالب؟ لا نقول هكذا ركزوا جيدا نقول إذا كان x زائد 2 قيمة سالبة فهذا مستحيل يعني لا يوجد تقاطع ركزوا جيدا لماذا أبناء؟ أرجوكم انتبهوا هذا قلنا في الرياضية كيف هو دائما؟ إنه مجاب وتخيلوا هذا السالب هل المجاب يساوي السالب؟ لا إذن هذا مستحيل يعني لا يوجد تقاطع بينهما إذا كان عندنا هذه القيمة السالبة نأتي الآن هذه الحالة الأولى نأتي إذا كان x زائد 2 الآن موجب إذن هذا كيف هو؟ موجب وهذا بالفطرة كيف هو؟ موجب يعني موجب الجدر دائما موجب إذن فماذا؟ نقول فننقل هذا إلى هذا الطرف يصبحنا أي x أكبر أو يساوينا ناقص 2 الآن كم أصبحت لنا من مجال؟ واحد اثنان ثلاثة الآن علينا أن نربع الطرفين نربع من هنا ومن هنا والقيمة التي نجدها يجب أن تتحقق في هذه المجالة الثلاثة وإلا ترفض حتى تفهموا في الفكرة حلول المعادلات الصمار والذي وجد إشكال فليكتب المعادلات الصمار الأستاذ نوردين سوف يجد كيفية طريقة المناقشة الآن عندنا تصبح لنا المعادلة ما هي؟ قلنا المعادلة تصبح لنا 4 ناقص 3x تحت الجذر تساوي أن قلنا x سائد 2 نربع الطرفين لماذا أبني؟ لأن أصبح هذا موجب وهذا موجب الموجب يساوي الموجب معناه نربع الطرفين أكيد لما نربع من هنا تصبح لنا التربيع ومن هنا يصبح لنا التربيع الجذر إذا ربعناه لا يخرج لنا بقيمة مضلقة إنما يخرج مباشرة نصبح لنا 4 ناقص 3x يساوي أن الجهة الأخرى إنها المتطابقة شهيرة رقم واحد التي تصبح لنا x مربع زائد 4x زائد 4 نجعلها الآن معادلة صفرية ننقل هذا إلى هنا أولا هذا وهذا قد ذهب وننقل هذا إلى هنا نصبح لنا ناقص x مربع ناقص 7x يساوي 0 أما هذا إذا نوقع له نصبح لنا 4 ناقص 4 يذهب الآن يمكن أن نستخرج x عام المشترك فماذا ينتج نصبح لنا ناقص x ناقص 7 يساوي 0 جداء عددين يساوي 0 المعروف في الرياضية أنه أحدهم يساوي 0 أي ماذا أي إما x يساوي 0 معناه إما هذا يساوي 0 أو ماذا أو أو ناقص x ناقص 7 يساوي 0 ننقل مثلا هذا أو الآخر نصبح لنا x يساوي 0 ناقص 7 الآن أيهم يحقق إذن أيهم يحقق نأتي الآن بالصفر أولا بالقيمة 0 هل تنتمي إلى هذا المجال نعم لأنها أقل من الواحد الصفر أقل وينتمي نعم وهل ينتمي إلى هذا نعم لأن الصفر أكبر من ناقص 2 إذن هذا يحقق الأول يحقق نأتي الآن إلى ناقص 7 ناقص 7 هل تنتمي إلى هنا هل نقص أكبر من نقصتين إذن لا يحقق هل يحقق لنا هذا نعم يحقق هل يحقق هذا نعم لكن الأولى لم تقبل نقول مر فوض يعني حتى تفهموا جيدا لهذه الحلول ومنه تصبح لنا في الحالة الأولى واحد أنه cf تقاطع ماذا تقاطع دالتا يسوينا النقطة نأتي بالصف وعوضه هنا لإيجاد الإقلاق كم تصبح لنا النقطة u تأتي إحداثيها صفر هذه الحالة الأولى إذا كان عندنا x أقل من الصفر بعدها الآن نأتي إلى x أكبر أقل من الواحد نعتذر أقل من الواحد لأن المجال هو الواحدة نتحدث نأتي الآن إذا كان x أكبر أو يسوي لنا واحد نتابع جيدا إذن نأتي الآن إلى الحالة الثانية إذا كان x أكبر أو يساوينا واحد لهذا لاحظوا كذلك إذن أولا نحل كذلك نحل المعادلة التي هي جي لإكس قلنا يساوينا كم؟ يساوينا إيجراج حيث قلنا أن إيجراج يساوي لنا إكس فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا ناقص تصبح لنا إكس ناقص ثلاثة زائد جذر إكس ناقص واحد يساوي لنا إكس دقيقوا أولا إذا نقلنا هذا إلى هنا وهذا إلى هنا فماذا يصبح؟ تصبح لنا جذر هكذا لاحظوا تصبح لنا جذر إكس ناقص واحد يساوي لنا ثلاثة أما هذا وهذا قد يذهبان مع أن نقلنا الجذر دائما يجب أن تكون مجموعة تعريفه يعني تصبح لنا إكس قلنا كذلك ناقص واحد أكبر أو يساوي الساوي لأنه أمر متعلق بالجذور لحل أي معادلة أو متراجحة أولا تعيين مجموعة التعريف نأتي إلى هذا إلى هنا يصبحنا X أكبر أو يسأل لنا واحد الذي هو نفسه المجال الذي أعطينا في الأول دقيقوا نربع الطرفين لأن هذا كيف هو موجب وهذا موجب يعني لا يحدث شيء ليس هنا X مثل ما وجدنا في الأول لو كان X لا نقشنا X سالب مستحيله X موجب نربع نصبحنا نربع الطرفين فماذا نجد الآن إذا ربعنا هذا الجزء وضعنا له التربيع وهذا الجزء وضعنا له التربيع قلنا الجذر إذا ربع يذهب بدون رمز القيمة المطلقة لاحظوا لأن لو كانت عندنا x-1 هكذا تحت التربيع تحت الجذر هذه نعم تخرج لنا بx-1 بالقيمة المطلقة أما هكذا فلا يخرج لنا بالقيمة المطلقة احذروا من هذه الخواص أرجوكم لأن مجموعة التعريف تختلف حتى نفهم جيدا الآن لما نربع الطرفين تصبح أن x-1 يسوي لنا 9 ننقل هذا إلى هنا تصبح أن x يسوي لنا 10 هل هذه العشرة تنتمي إلى هذا المجال؟ نعم وهو نفسه هذا المجال لأنه 10 أكبر من واحد تصبح لنا ماذا؟ c-g تقاطع دالط يسوينا النقطة الثانية التي هي x-10 ولنأتي بهذه العشرة ونضعه هنا كم يصبح لنا الـ y يصبح لنا 10 الآن لو نعطي نتيجة نهائية نقول الآن c-g c-g تقاطع دالط في الحالات الكلية هي يعطينا النقطة الصفر الصفر وهي النقطة O والنقطة عشرة عشرة فقط أبنائي أرجو قد فهمتم لهذا الجواب بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال آخر قال سادسا اكتب معادلات المماس في النقطة تقاطع c-g مع المستقيم دالط نحن عندنا نقطتين عندنا النقطة O وعندنا النقطة A النقطة O معروفة أنها إحداثيها صفر صفر والنقطة A التي وجبناها عشرة عشرة لكن هنا كذلك يا أبنائي نكتب أولا معادلة إذا سميناه المماس سميناه T عند النقطة O التي إحداثيها قلنا كم التي هي صفر صفر المعروف أن معادلة مماس تكتبه Y يسألنا G فتحة لمن؟ ها هو الـ X0 الصفر في X ناقص صفر زائد G لصفر الآن هذه النقطة O الصفر أين هو؟ هل ينتمي إلى هذا المجال؟ أم ينتمي إلى هذا المجال؟ هذا الصفر يا أبنائي ينتمي إلى هذا المجال فنأخذ الآن G فتحة لصفر اللي هي هذا الجزء ليس هذا الجزء لأن الصفر لا ينتمي إلى هذا المجال أرجو قد فهمتم الآن نعوذ هنا بالصفر وهنا بالصفر فماذا ينتج لنا ناقص ثلاثة على 2 في جذر 4 التي هي كان ناقص ثلاثة على 2 في 2 التي يتسعينا ناقص ثلاثة على 4 أما جيل صفرة الجيل صفرة كذلك نعوض في هذا الجزء لأن هذه الفاصلة تنتمي إلى هنا لا تنتمي إلى المجال الآخر عوض هنا بالصفرة وهنا بالصفرة نصبح لكم جذر 4 وهو 2 2 ناقص 2 يصبح لنا صفرة إذن هذه أعطت لنا صفرة وهذه أعطت لنا ناقص ثلاثة على ماذا على 4 تعالوا نعوض يصبح لنا ناقص ثلاثة على 4 في ماذا في x هذه هي معادلة t نأتي كذلك إلى معادلة المماس الثاني إذن نكتب هنا كذلك معادلة المماس إذا سميناه t فتحة عند النقطة التي اسمها ا احداثياتها عشر 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 يا أبناء لو نأتي إلى هل تنتمي إلى هنا لا هذه العشرة تنتمي إلى هذا المجال فنأخذ عبارة المشتقة الثانية والدلة الثانية عبارة الثانية تصبح لنا هكذا y يساوي لنا g فتحة لعشرة في x ناقص عشرة زائد g لعشرة حتى نفهم الفكرة جيدا الآن تعالوا نذهب إلى عبارة المشتقة الثانية ونعوذ بعشرة هنا عشرة وهنا عشرة فتصبح لنا واحد زائد واحد على اثنان في عشرة ناقص واحد له جذر تسعة تصبح لنا واحد زائد واحد على تسعة يخرج لنا بثلاثة معنا على ستة نواحد هنا ستة وهنا ستة تصبح لنا سبعة على ستة تصبح لكم هكذا y يساوي لنا سبعة على ستة في ماذا في x ناقص عشرة زائد g لعشرة اكيد سوف نجده عشرة اذا عوضنا هنا بالعشرة وهنا بالعشرة وهنا بالعشرة تسعة تسعة تحت الجيل تصبح لنا كم ثلاثة هذه الثلاثة تبقى لكم كم عشرة وها هي صورتها في حقيقة هنا لكن سوف أريكم كل شيء حتى يفهم الجميع تصبح لنا زائد ماذا زائد عشرة نوحد الآن المقام ننشر ونوحد المقام تصبح لنا y يساوي سبعة على ستة في x ناقص سبعون على ستة زائد ماذا زائد عشرة لأن هذا في حقيقة ناقص سبعون على ستة يمكن أن نوحد المقام هنا ستة وهنا ستون يصبح لنا y يساوي لنا سبعة على ستة في x ناقص ماذا ناقص عشرة على ستة نتركها كما هي هكذا تكفينا يمكن أن نختزل أو نتركها عبارة كما هي إنها معادلة ماذا تي فتحة عند النقطة أ فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذه السؤال نأتي الآن إلى السؤال الأخير قال أنشئ المنحنى البياني سيجي لكن أعطينا مجال هو من ناقص أبعة إلى عشرة أولا نعين قيم الناقص أربعة لأنتي ناقص أربعة يا أبنائي هذه إنها تنتمي إلى المجال هذا فعلينا أن نعوذ إذن هنا ناقص أربعة تصبح لنا هنا كم تصبح لنا زائد إثنى عشر لأن ناقص أربعة في ثلاثة كم تصبح لنا نركز جيدا تصبح لنا تسوينا ناقص إثنان زائد ماذا جذر ستة عشر الذي هو أربعة وتسوينا كم تسوينا إثنان إذن صورة تقيقوا صورة ناقص أربعة بالدلة إنها كم إنها 2 حتى نفهم جيدا ثم علينا الآن أن نعين صورة العشرة صورة العشرة عينناها في الأول أن صورة 10 وجدناها نعوذ هنا بعشرة وهنا بعشرة فوجدناها كم يا أبني وجدناها عشرة حاسبناها في المستقيم إذن هنا عندنا عشرة صورتها كم إنها بالدلج إنها عشرة حتى نفهم جيدا لأن المجال لم يُعطننا المجال ركزوا هنا أرجوكم نقطة نقطة أولا سوف نقوم برسم المنصف الأول الذي أعطي لنا لاحظوا وانتبهوا معي إذن ها هو المنصف الأول الذي أعطي لنا اللي هو المستقيم دالتا دقيقوا أرجوكم إذن ها هو المنصف الأول سوف نقوم برسمه حتى يسهل علينا الرسم ها هو أمامكم إذن إذا سمينا هذا المستقيم سميناه دالتا أولا نقاط تقاطع المنحن مع دالتا ألم نقول في النقطة O ها هي النقطة O وفي النقطة ذات الحدثية عشر عشر التي هي هنا هذا أمر مهم جدا للمساعدة وقلنا أن الدالة يا أبنائي لا غير مستمرة عند الواحد وغير قابلة الاشتقاق لاحظوا الآن نأتي صورة الناقص أربعة هي إثنان إذا ناقص أربعة مع إثنان معنا في هذا المكان انظروا إنها من هنا يعني هكذا وتنزل إلى غاية هذه القيمة القيمة التي يكم ليس الناقص اثنان إنما ناقص واحد لأن نهاية الواحد من اليسار إنها ناقص واحد ركزوا معناه نأتي إلى الناقص واحد ناقص واحد مع ناقص واحد معناه هذه هي واحد مع هذا الجزء هكذا إنها ناقص واحد معناه هنا ونضع هكذا هذا الرمز معناه الدالة غير مستمرة وينزل منحنة هكذا يشمل ثم ينزل إلى غاية هنا هذا الرمز الذي وضعته أن الدالة غير مستمرة عند الواحد من اليسار أرجو قد فهمتم نأتي الآن إلى الجزء الثاني أن الواحد مستمرة عنده من اليمين معناه صورة الواحد هي ناقص إذنان معناه ها هي في هذا المكان وننطلق نحو نقطة التقاطع نقطة ماذا التقاطع معناه من هنا وننطلق ها كذا نشمل ونصل إلى هذه القيمة ها هي أمامكم ها كذا ركزوا نتخذ الوضعية التي تساعدني في الرسم التي قلت تساعدني في الرسم ها كذا أرجو قد فهمتم كيف هنا من هنا من ناقص أربعة إلى غاية الواحد هنا الدالة غير مستمرة لهذا وضعت هذا النمز لكن هنا مستمرة عنده الواحد من اليمين مستمرة من هنا ويبدأ بالسعود إلى أن يصل إلى نقطة التقاطع هنا أكيد قلت أنا يدي ليس مثل المنحنة يعني حتى يقول أحدكم مثل البرنامج يقول يا أستاذ إنه خط غير منظم لا يا أبني إنه منحنة فقط ها كذا أرجو قد فهمتم ونكتب هنا سي جي نسبة إلى الدالة جي وهذا قلت وأعيد هنا يعني أن الدالة مستمرة من اليمين وغير مستمرة من اليسار وأنها غير قابلة لإشتقاء قلت أن منحناها البياني يقبل نصفي مماسين واحد ها هو يأتيكم ها كذا ها هو أمامكم لاحظوا إذن واحد يأتيكم ها كذا سوف نرسمه بخط أوضح من هنا ها كذا والآخر إذا أتينا وندقق في المعلن يعني جيدا 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 سوف يأتيكم كذلك ها كذا محدب وإذا غايت هنا ها هي أمامكم وهنا كذلك نفسه هذا في هذه الجهة يعني النصف مماس واحد متجه نحو الأعلى والآخر متجه نحو الأسفل حتى نفهم الفكرة لكن هو لم يطلب رسمها لهذا لا نخلط حتى الرسم يبقى لا يتشوش هذا الرسم وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته